اشتركوا في القناة سعادة الأستاذ صالح العرموطي أهلا وسهلا بك يا مرحبا أشكرك وثيقة بعتز فيها شكرا إليك نبدأ حوارنا بالشق السياسي سيدة محيط ملتهب وحكومة احتلالية متطرفة في فلسطين ومليشيات تهدد الأمن الأردني على حدودنا مع سوريا ومع العراق واقتصاد متردي في داخل الأردن أي هذه الملفات هو الأخطر والمتداول في الأردن بسم الله الرحمن الرحمن لا كالشك كان كلها تكمل لبعض كل واحد أخطر من الثاني يعني كما تفضلت المنطقة العربية والمحيطة فينا من منطقة ملتهبة ونحن نذود عنها بأصابعنا والحمد لله بقوة المشروع الصيوني يهدد الأردن وجودا وهوية وكيانا ونظاما وبالتالي هذا يحتاج إلى وحدة الصف وجمع الكلمة لمواجهة التحديات الخطيرة والإملاءات الأمريكية ومن السياسات الرعناء التي تصدر هنا وهناك ضد أمتنا العربية والإسلامية والتي ارتمت كثير منها في أحضان الصهاينة الوضع على حدودنا ووضع مؤلم تحتاج إلى قوة وأنت تعلم جيشنا العربي اليوم على أطول خط مواجهة مع العدو الصيوني ولدينا على الشمال كمان خط والجبهة الشرقية وكل الجبهات ملتهبة وأنا بهالمناسب بحيي جيشنا العربي اللي بيذوت عن الوطن وعن الأرض والعرض والمقدسات ويحافظ على كياننا وهويتنا وعقيتنا هذا يعني مجال الاحترام وتقدير أنا بقول للوضع السياسي ليس سهلا وأن موقفنا احنا من القضية الفلسطينية موقف راسخ ومبدئي ولذلك نحارب ويتم تجويعنا ويتم اتخاذ إجراءات ومديونية ومقاطعة الدول العربية للمساعدات التي تقدم لأردن بسبب أنه بدهم مرروا مشاريع تصفوية للقضية الفلسطينية وأيضا موقف راسخ الدولة العربية الوحيدة التي وقفت ضد قرار ترامب فيما يتعلق بالقدس وحدة القدس هي الأردن وصفقة القرن حربناها وكل هذه المشاريع التصفوية التي تلحق الضرر بوطننا وأمن واستقرارنا وسيادتنا لأن الأردن جزء من أمت العربية فإذا كانت فلسطين الحبيبة لا تعنينا فمن الذي يعين بينه خولة وعممة ونصف والنص الدستوري الأردن من أمت العربية وبالتالي لا يجوز لا من ناحة الشرعية ولا من ناحة الدستورية ولا من ناحة العراف ولا التقاريد ولا المورة ولا الشامة أن نتخلى عن شعبنا البطل الفلسطيني الذي بيقارع العدو الصهيرين السباح ومساء وبالمناسبة نزليها تحية أعزاز وأكبر لأهلنا ونسائنا وأطفالنا وأسرانا وأسيراتنا ولعلمك أن 21 أسير أردني لا يزالوا في سجون الاحتلال فهذا مشروع خطير جدا والسياسات التي تسير عليها حكوماتنا لا تتناسب مع هذه المرحلة الخطة قدم الاحتلال أو أجل الاحتلال خطته لضم مناطق في الضفة الغربية بهدف تمرير معاهدات تطبيع سيتم توقيحها أو هناك مباحثات سرية لتوقيحها سيدي هو لم يؤجل شيء شفت أضرب لك مثال قانون يهودي تدل الدولة وقرت بموجب تشريع من الكنيسة شو يعني هذا؟ يعني يهودي الدولة يعني طرد الشعب الفلسطيني من كل فلسطين لا إلى الضفة الغربية وإلى المخيمات وإنما من كل فلسطين سعي للتوطين والتهجير ويعني المواطنة وهذا مشروع عنصري لم نسمع من أي دولة ولا من نظام العالم المجنون ولا من أمم المتحدة أن هذا يعتبر عنصرية العنصرية لماذا؟ والمواطنة تعني ما بيبقي إلا شعب ما يسمى بالشعب أنا لا أقول شعب العصابات الصهيونية في فلسطين وكل علمه كل واحد في فلسطين مجند يعني ما في مدنيين كلهم مجندين من يبلغ الإنسان عمره 18 سنة فهم مجند معناته هم ومدرب ومثقف في أول وبالتالي مشروع صفقة القرنة هي على الطريق وبينهم يعقدوا صفقات هيهم بالمغرب وبذغطوا على الأردن مش هنشارك لأن الأردن لم يشارك في الفترة السابقة ضغوطات تمارس علينا وانت بتعرف هلال لأن مديونية كما قلت بالجانب الاقتصادي مديونية مرعبة تجاوزت واحد وابعين مليار دولار والناتج المحلي الإجمالي تجاوز مية وثمانطعش في المية ومن أنه قانون الدين العام يقول لك لا يجوز أن تجاوز بين ستين وإلى سبعين الأوضاع صعبة وعدز موازنة هذا بتنعكس عن مواطنه وأمنه واقتصاده وبالتالي يعني بتمنسون الجانب السياسي والعلمك الماسونية العالمية بتشتغل غرف خاصة بالماسونية العالمية لتدمير المجتمعات وتفسخها وإثارة الفتنة طائفية وأقليمية وجهوية ومثل هذه الأمور هذا الخصوص اللي أسأل كثيرة بعددناك ما هو وضع جبهتنا الداخلية في فترة الربيع العربي انتصرنا على الربيع العربي وخرجنا دون قطر الدم بالأردن الآن عنا أوضاع اقتصادية سيئة جدا متردية أوضاع اجتماعية سيئة جدا حجم بطالة متفشية بطريقة غير طبعية هل نجونا من الربيع العربي أو ما زال يهدد شوف الربيع العربي نحن ناش علاقة فيه يعني جرى ربيع عربي في معظم الأقطار العربية وزالت أنظمة وتغيرت أنظمة نحن الربيع العربي نختلف كليا الشعب الأردن شعب واحد وحدة اللي بتفعل الشمال معهن الجنوب ومنشرق للغرب وحدة واحدة ما أثر علينا ربيع عربي صحيح إنها مطالب وحقوق بتعديلات دستورية وبتعديل قوانين وحريات ومزيد من الحرية وأن الحرية شخصية مصانة ومحصنة دستوريا حرية الرأي التعبير المصوص عليها في المادة 15 والمادة 17 من الدستور بتقول للأردنية يعبروا عن أراءهم ومخاطر السلطات في الهم العام كل هذه مصوص عليها بالدستور يجب أن ندعمها للوقوف في ظل هذا التحدي الصهيوني ولذلك المشروع الصهيوني تقسيم الزمان والمكان على قدم وساق كل هذه الأمور موجودة وخطط لها وإلى مراحل والآن تستعين بيئة لتنفيذها مع بعض الدول العربية في محيطنا للأسف الشديد يعني بعد حكومة نتنياهو هل يعقل أنه مواطن مش مواطن مش مواطني أنظمة في دول خليج أن يدعو نتنياهو وهو يبطش ويقتل ويرتكب جرام ضد الإنسانية وجرام إبادة جماعية وجرام حرب حقه يرتب المسائل الجنائية ماما محكمة الجنائية ونصمت عن هذه الجرائم مش معقول لا يعقل هذا الخصوص هناك خطة يحملها نتنياهو هو برنامجه الانتخابي للاستمرار بتوقيع اتفاقيات تطبيع مع دول عربية بهذا الخصوص دول عربية قيادية في الشرق الأوسط والجزيرة العربية تتخذ من خطر المفاعل النووي الإيراني ذريعة لها من أجل توقيع اتفاقيات مع الاحتلال اتفاقية تطبيع أقصد هذا جهل هذا جهل مطبق من الأخطر علينا؟ الاحتلال أمي؟ لا والله الاحتلال خلينا أكون أنا أوضى إيران باتفق أو بختلف معها لكننا اتفق معها في الديانة والإسلام وكذا وكذا مش صحيح لها أطمع كل دول في العالم إلها أطمع ما في دولة إلها أطمع بس أنا بقول لهؤلاء الكيان الصيون اللي بدكوا تمدوا إيديكو إحنا بيننا وبيننا عدوس البحر من الدماء ما بصينا مدي إيديكو قديش مفاعل النووي عنده؟ ست مفاعلات نووية وعنده مفاعل ديمونة مناطق الجنوب كلها ملوثة بالإشعاعات النووية من مفاعل ديمونة ليش أنتوا مكان لكم وبرؤوس نووية ليش ما كان لكم موقف؟ هذا أكبر خطر هذا خطر الصهيوني والمفاعلات أكثر خطرا بعدين ومين بس إيران عندها مفاعل نووي؟ ما أمريكا عندها والروس هم بيهددوا صباح مساء يضربوا أوكرانيا والصين وكوريا وكلهم عندهم مفاعل يعني يحرم منطقتنا العربية والإسلامية أن يكون لدينا مفاعلات نووية فهذا حجة واهية حجة المفلس خطر الكيان صينوا عليكم بيهددكم بيهدد وجودكم أنتوا لا تطمئنوا لهم ولذلك مستهده هذا جزء من عقيتهم بإحلال الألم العربي شوف شعارهم الصيوني من النيد إلى الفرات أطمعهم كبير جدا هناك شائعات لا أعرف مدى دقتها أن هناك تأثيرات للمفاعلات النووية الإسرائيلية على مناطق جنوب الأردن أنا زرت الطفيلة قبل حوالي 15 سنة فأقول لي الناس المختصين هناك والزملاء محامين عندهم خبرة على مسافة 21 كيلو الإشعاعات ينابيع المياه أغلقت بسبب الإشعاعات مناطق الجبلية في الجنوب إشعاعات كبيرة وأنا سألت المسؤولين أنه راصد للإشعاعات النووية أنه راصد دقيل في الجمعية العلمية الملكية متواضعة جدا والمناطق متلوثة شوف نسبة السرطان في العلدن قديش مرتفعة في مناطق الجنوب ومناطق الأغوار وتشكل خطرة على الأردن هذا عدو غاشم تشوهت الولادة كله كله هذا ناشئ المواد اللي بيجينا هذه بحذر المواد الغذائي اللي افتصالنا هذا أدى إلى العقم نسبة العقم عندنا ارتفعت هذه نتيجة المواد اللي بوردون إياها بأسعار متدنية هذه مش الغاية أنه يعطونا أسعار متدنية بإقدر ما تشكل خطورة على إنساننا وحياته ولذلك هذا عدو لا يؤمن جانبه هناك ما هو أخطر يعني بعض المعلومات تسربت لعدة مرات أن هناك مكبات نفايات ذرية ونووية داخل الأردن تأتينا من الاحتلال ليس قريبا من داخل الأردن والأسلحة اليورانم والمنظب والفسفور الأبيض اللي من العراق كان في مناطق الجنوب والموقر كان في أعداد كبيرة ومن هل سمعت في مسؤول كشف عن هذه الأوراق؟ صفقات مرعبة جدا تلوث بيئتنا وتلوث وجودنا وتلوث كذا بمكاسب شخصية ومين المستفيدين؟ مين هم المافيات الضولة اللي بيروجوا لهذه الأمور مشان قتل المواطن الأردني؟ أعتقد لا أستبعث ذلك هل هي الحكومة أم رؤوس أموال؟ أم رؤوس أموال بصمت حكومي صمت حكومي وين حكومة أنتو بتراقبه؟ تطير طاير بتراقبه البروعة الصلاة بالفجر بتراقبه قديس صلة أرضع ركعت ولا ركعتين؟ صحيح المخدرات في تزايد وانتشار أليس هذا إسقاط للجيل؟ هذا سياسة مدروسة ومخططة لها مؤسسية ومبرمجة وتدعمها تمويل أجنبي كيف احترزنا من هذه؟ أريد أن أضرب لك مثال جن وأميرة أفلام جن وأميرة وأبناء عبد الرحمن وأبناء الحارة اللي مشانها اعتداء على الشريعة وبث الإلحاد والفجور ولا ينسجم مع عاداتنا ولا تقاليدنا ويمول تمويل أجنبي ويدعم أنا أتصور في الموازنة لقيت مخصصات خمسة ونص مليون دعم للهيئة الملكية للأفلام طب ما أنت أنت اللي تشرف عليها وسألت سؤال رسمي وسألت وزيرة الثقافة أنت المسؤول قال أنا مش مسؤول ولا لقى سحبوها من هذه الصلاحيات من المسؤول؟ المسؤول للحكومة يعني أرصد لها أرصد لها أرصد لها معقول هذا المبلغ لبث الثقافة اللي هذا يخدم الماسونية العالمية ويخدم المشروع الصهيوني تدمير بث الإلحاد والكفر والفساد وتدمير الأسرة وتدمير المجتمع وهذا كله من المخطط الصهيوني لتدمير الأمة وهذا أمر أن يكون موقف حاسم موقف قرار سياسي سليم وأن يكون الحكومة تأخذ ببعدها والجهات الأمنية أنت بس تراقب الجهات الأمنية على اللي بيطلع مشال لقمة الخبز وجعان تعتقلوه وتحولوا على محكمة أمن الدولة وتتخذوا إجراءات ضده واللي الأولى أنه هذول توقفوهم اللي بروحوا هذول المثليين الآن التوجه في الآن يعدل القوانين وقانون أحوال الشخصية ويلغوا الأحوال الشخصية واتفاقية السيداء اللي من شأنها أن تخرج الفتاة بدون إذنها والزوجة بدون إذن زوجها وعملوا جمعيات حماية الأسرة واللي بيحكي مع بنته ولا ابنه بحولوا على حماية الأسرة كل هذا تدمير للأسرة تعرف إحنا أسراتنا الأبنين الحمد لله أسرة محافظة والعلمك ولو طبعوا كل الأنظمة العربية الشعوب والله هم طبع لما راحوا على البحرين مؤتمر عملوه بشأن صفقة القرن بتعرف شو ساو الشعب البحريني جابوا المكنسة بعيد عنكو والمية ونظفوا المنطقة اللي وقف فيها صهيوني وقال أنا بحمل جواز سفر صهيوني أنا بقول صهيوني صهيوني قال بدنا نكنسه ونظفه هذا نجس شوف المستوى حتى في مصر ما بيش تطبيع وبيقاوموه وبيحطوه على القائمة السوداء فعنا في الأردن موقفنا هو تطبيع أنظمة وحكومات وليس شعبهم وليس شعوب ولذلك هذه الطريقة الحمد لله والعالم بيخافوا تري ما بيخافوا من الأنظمة عارفين هما؟ بيخافوا من الشعوب وقوة الشعوب وتأثير الشعوب في المناطق فشعبنا الأردن الحمد لله شعب صلب ومقاوم الحمد لله الحمد لله الحكومات والوزراء والوزراء يتم تعيينهم بناء على برامج كيف يتم تعيين الحكومات والوزراء عنهم؟ ولا برامج ولا شيء الطائفية والشليلية وهذا صديق وهذا بن عمي وأبعد مرات الرؤساء الحكومات بيجيهم أسماء جاهزة ولا بيطلوا عليها ولا بيشوفوها ولذلك كدهش تعديل صار على حكومة هذه الحكومة؟ خمسة ستة عديلات قلتها تحت القبة لو اختارهم رئيس الوزراء ما أجرى عليهم خمس تعديلات لما يطلع الواحد يقول غير مؤهل طب إذا أنه مش مؤهل ليش جبتوا زي المدرسة صرت ذاتية وبعدين إذا قلت غير مؤهل وطلعتوا يا بتجيبوا عائل يا بتجيبوا رئيس مجلس إدارة يا بتجيبوا كده وكده نقصوا على الشعب دلوا الشعب الأردني والشعب الأردني والله شعب معطاه باعوا مؤسسات الوطن العقبة باعوا يا رجل هل يعقل على مسافة 2 كيلو مساحة للعقبة المتنفس منه ومشوف اليود منه أنه يكون مش إنه ولمين صار؟ الشيخ زايد باسم ميناء الشيخ زايد مش ابناء الأردنية باعوا العقبة وباعوا البوتاس والفوسفات وباعوا المعسكرات في الزرقة والعبدالي هاي العبدالي بجمبنا كل هذا ما باع مؤسسات شو ظل للوطن؟ هذا الشكل خطر على الأمن المجتمعي أنتوا قاعدين بتشكلوا خطر على الأمن المجتمعي حكومات التي لا تمارسوا ليتا تعرف جردوها الحكومات موليتا تعديلات الدستورية التي تمت صار جهة غير الجهة الحكومية أمن القومي هذا ما لهوش علاقة في الحكومة والمادة 45 غير مطبقة المادة 45 تنص إدارة مرافق الدولة للحكومة ما بيقيلها لما عملوا التعديل الدستوري قالوا بنا نعدل الدستور خشية تجاذبات الحزبية عدلوا قانون انتخاب قالوا خشية تجاذبات حزبية عدلوا قانون حزاب خشية التجاذب إذا خايفين من الأحزاب معناته ليش تعملوا حزاب وتقولوا بدنا أحزاب وبدنا حكومات برلمانية صدقني لن تقوم هناك عزاب ولا حكومات برلمانية لأنه ما دام الملف الأمني هو الذي يسيطر لن تكون قائمة ولا يمكن أن يكونوا صلاح في ظل بطنجاعة وخاوية على بطنجاعة ولا يمكن أن يكون هناك صلاح بدون ديمقراطية ولا يمكن أن يكون ديمقراطية بدون حريات وشوف الحريات اليوم برفع صوته عاليا وودوا تقويض نظام الحكم وحاولوا على محكمة من الدولة زي مادة الشرار وغيرهم من الشباب وأقول لك والبصدر أحكام ببرائتهم أو إخلاء سبيلهم وعدم توقيفهم القضاء بإخلاء سبيلهم يعيد الحاكم الإداري بوقفهم توقيف إداري لمدة تطول وتقصر وبفرض عليهم بعضهم إقامة جبرية وهذا تغول على القضاء القضاء بصدر قراره وأنت تعلم أن نزعف القضاء جزائي الحقوق يحاكم المواطن مرتين نعم بعدين أنا قاضي أصدرت قرار براءة أنت تعي التوقيف وموجب إيش موجب القانون منع الجرام ما بنطبق عليه المادة 1954 عندي قانون عقوبات هو الواجب التطبيق وإحنا أحكام العرفية التغت في 87 1991 اليوم على أرض الواقع نشعر أننا نعيش أسوأ من أحكام العرفية نقيب السابق لنقابة المحامين كان الأردن لديه محكمة منع بيع العقار للعدو التغها لماذا؟ شوف تقول لك اتفاقية بيع العقار للعدو قانون المقاطعة الاقتصادية كل القوانين تتعلق مع العدو الصيوني تم إلغاها بينما العدو الصيوني لم ينفذ أي بند من بنود الاتفاقية الولايات المقدسات كيان الصيوني شو بقول الوزير هذي كل يوم قال الولايات هي بصاط بحمر بس أنتم ما تكونش أشي وبتحدونه ولا إيش ولم ينفذ العدو أي بند من بنود الاتفاقية المسروقة المية قالوا هلنا بدوا يبيعنا إياها قال الاتفاقية الماء مقابل الكهرباء أو الطاقة قاعد بدوا يبيعنا إياها ماء المسروقة اللي إحنا إنا نهر اليرموك قناة نهر الأردن هذي إن المية قاعد بدوا يبيعنا إياها وعطونا مية من مياه طبرية ملوثة من أعماق ملوثة ستظهر في جينات أبنان وتؤدي إلى الحالات وقلت لك عنها شي مؤلم جدا وين ما فيش يعني أنا بأستغرب وبأستاجن يا رجل المفاعلات النوائلة بأحكي لك عنها وصلت لما عملوا تفجيرات في منطقة الأغوار وصلت لنعور ووقع الطفل من السطح من قوة التفجيرات اللي حصلت المزارع 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 للأغوار الحرائق اللي بيكون فيها الخنازير الموجودة دمرت مزارعنا ودمرت كذا وإحنا مش محركين ساكنا إيش مرعب توفر الإرادة السياسية سيدي هيا المنطلق عطونا توفر إرادة السياسية عطوا جاء للمواد لا تقمع المواطنين والله ما بستهل غير الخير المواطنين حرام عليكم ما ظل الواحد بروح على بيت وما بلو قيش لقم حالات الانتحار اللي كثرت المخدرات في المدارس والجامعات وحالات الانتحار الكبيرة جدا شو سببها هذا أمر في قاية الخطورة ويشكل خطر على الدولة الأردنية وعلى وجود الدولة الأردنية سننتقل إلى بعد إذنك إلى الشق الاقتصادي من هذه المقابلة هروب الشركات والمصانع ورجال الأعمال والمستثمرين وارتفاع الفقر والبطالة لا إنا ذهبين هذا الأمر بشكل خطورة هذا الجانب الاقتصادي مرتبط بالجانب السياسي الآن أنا لما بدي أستثمر في الأردن إذا ما توفرت لي بيئة اقتصادية وقوانين وتشريعات تخدم المستثمر أمر مرعب أنا بعرف مصانع كاملة أغلقت أكثر من مئة وثمين إلى مئتين شركة أغلقت أبوابها تعمل مقابلة في شارع الجبل الحسين دوار فراس ووادي سقرة وبجبل عمان كانت تزاحم أقدام الآن مهجورة مهجورة بيع وتأجير وكذا أوضاعها مرعبة وأنا عندي عندي 14464 سيدة مطلوبة للتنفيذ القضايا عام 2019 وعندي أكثر من مئتين مئتين ألف مواطن أردني مطلوبين للتنفيذ القضايا ودخلوا وخرجوا اللي على تركيا واللي على مصر واللي هنا والناس انجلطوا تجار كبار ما خلونا شي شي بيئة استثمارية ما فيه صحيح بالله عليك عنوى أفضل مدئده والواحد للعدو الصهيوني يتعامل مع بالتجار والمدئده بمواطنه الأردني باقتصاده بصناعته يعطوهم ممتلازات وحقوق يعطوهم الأرض الصحراوية هذه خلينا نستثمرها يعطوا أبناءنا الشباب هذه الصحرا القاحلة خليهم يستثمروها نعم سيدي قانون الملكين والمستأجرين ما زال يفتك بالمستأجر ويهرب الاستثمار إلى متى سيبقى هذا القانون وأنتم مشرعين صحية للأسف الحكومة قسرت في ذلك وكل خمس سنوات يجب إعادة النظر في الزيادات والأسعار ولذلك قد تكون أسباب موجبة للإخلاءات البنايات من وجود القانون عقل شريعة متعقدين يعني تصور أنا اليوم بأجك لسنة السنة الجاية بقول لك أنت مأجك بألفين بدي أربعة تلاف أو ستة تلاف ما بيعجز عنها أو واحد عمل ديكورات بالله عليك في عشرين ألف وثلاثين ألف وبقول له إخلي خلال المدة اللي حددها القانون هذا أنا برأي يجب إعادة النظر في هذا المشروع وأنا قاعد بعمل دراسة أنه نعمل بجوز إذا الحكومة قسرت في عمل تعديلات على قانون مالكي المستجرين بحق لعشرة من نواب من سند المادة خمسة عين أن يقدموا اقتراح للمجلس ويعرض على لجنة قانونية ويحال المجلس إذا المجلس قرر ووافق على اقتراح ويرسل إلى الحكومة لإقراره في الدورة النفسة أو الدورة التي تليها مخزون الغذاء يا سيدي واستراتيجية الغذاء في الأردن الحكومة تتحدث عن مخزون غذائي وخلال بحثنا وأسلتنا وجدنا أن الحكومة تتحدث عن القمح والشعير أما المخزونات الغذائية الثانية أوكلتها لموضوع التاجر والتاجر لا يستطيع التخزين أكثر من ثلاث أشهر كوان البضائع عليها تاريخي انتهاء والملك يحذر من دائما أول من حذر من خطر الأمن الغذائي الملك في العالم ولكن ليست هنا نحن بدنا شيء فعلي على أرض الواقع أنا إذا بحذر حكومة من الحكومات وتحرص على الأمن الغذائي والمحافظة لأصل إذا ما مرست برنامجها بروحها ما بصير تبقى حكومة وهذا أمن الغذائي متعلق إحنا عملنا مؤتمر في القاهرة عن الأمن الغذائي المؤتمر البرلماني العربي وساهمنا فيه إحنا كان مجلس نور الأمن الغذائي تركيز الأمن الغذائي مسهل يعني معظم غذائنا الله يرحمه عبد الرحيم ملحس لما قال غذائنا وأكلنا وشربنا مطع مرعب جدا ولذلك الحرص عليه مطلوب قاعدين بيجينا بضايع ومستوردات تدخل السوق الأردني وهي ممنوعة وتتأخر بقاها في الأردن وهذا موجه فيه أكثر من ثلاثة أربعة سنة بهذه الخصوص الغذائي البيجي مافيات فيه مافيات وفيه لهم رجال مختصين اللي بدخلونه هم بسمحوه واللي ما بيعجبه اللي بتحفظ عليها بروحوه هذا أمر رفيقية الخطورة الأمر غير مختبرات سوريا ذهب لها غذائي الأردني من الأسماك الأرجنتينية وجدوا أنه يضاف إلى هذه الأسماك مادة مصرطنة التي تصدر للأردن بين قسين كل هذا الأمن الغذائي وفساد الغذائي كل هذا مخطط له مخطط له لكن احنا أنا باعتقادي أن الجهات المعنية بذلك وزارة الصحة والغذاء الدول والمؤصفات والمقاييس مقصر تقسير كامل في هذه المواضيع فلا بد أن يكون هناك وضع تتبنى الحكومة كبرنامج وطني يسعى إلى أن يكون أمن الغذائي الله يرحمه صف التل لما قالوا له بكيش تستولد القمح راح وزع القمح على مناطق الحوران والمناطق كذا وصار فائض ومصدر للعالم نحن اليوم صارت فراطة واحدة ما فيش زراعة وسيطرت الأبنية والعمارات على الرقعة الزراعية ما ظل عندي رقعة الزراعية حتى الأراضي الزراعية الموجودة الآن كاعدين بنشو عليها أبنية وعمارات ملايين الدنومات فارغة ما حد ما تطلع عليها والقمح ما بده زراعة ما بده ما بده صحيح نحن نقصرين في هذه الجوانب هذا لي خدمة الإسلام أقول لك كنا بلنا نأخذ قمح من أو اللحوم من السودان إجت أمريكا قالت لا أنا أعطيكو وشوف القمح الأمريكي أجانا معظم وملوث وفيران وما شبه ذلك وحطيناه في وضعك مرعب حتى التخزين حتى التخزين في بيئة غير والصوعة سلامة سنك ضربوها بدينامية حية تتفجر قاومة التفجير المدينة الجديدة هل يحتمل الاقتصاد الأردني مدينة جديدة أم أن هذه المدينة ليست للأردنيين وهي استثمار شوف تقول لك أنا لست مع أي مشروع بدلا ما ينهبوا ويروحوا وكذا وكذا على الأقل نخصص هذا المال لعمل مشروع بعدين هذا بده يوزع المواطنين والمواطن هو اللي بيشتري أنا كفكرة لست ضدها كفكرة جسر العبدون زمان قلنا 12 ميلون ونكلف وهاجمناه وما خلينا الدنيا وكذا طلع جسر العبدون بيخدم بربط المبلغ شماية بشتر قول فيه فوات إذا متوفرت هو مش يعني مبلغ متوفر صحيح أنه وضعنا الاقتصاد بس بدلا ما يروح لأي جهة ثانية وهذا بده يوزع المواطنين إذا عملنا مدينة وحطينا مدينة صناعية كيف يوزع المواطنين يعني بدهم الأراضي يصيروا يشتروا المواطنين لهذه المنطقة فإذا المواطنين صاروا يشتروا ويعمروا تعمل يعني فريق اقتصادي ومشروع وصير مشاريع استثمارية وبتخفف البطالة أنا عندي البطالة حسب أحبش تغنى فيها صندوق النقد الدولي بقول لك بطاعة الشباب واحد وخمسين في المية وعطانا وزير تخطيط إنه نسبة البطالة 22-23 بس بقول لك وقلتها تحت القبة ما في دراسة إحصائية دقيقة تعطينا نسبة البطالة نسبة البطالة عالية جدا أنا في ديوان خدمة مدنية في ناس بسؤال رسمي وجهتوا إليهم ناس مقدمين طلبات لا تقل عن 25 عام وبعد ما يصير عمر الواحد 47 بقولوا له أنت ممنوع تتعين هذا أمور مش عمل مؤسسي دولة مؤسسة أدول قانون يعني نزع الصلاحية من السلطة التنفيذية بالقضاء والتشريع الأهم تتدخر السلطة التنفيذية بالتشريع والقضاء والأحكام العرفية شبه الأحكام العرفية لا تزال أوامر الدفاع لها قد السنة بتغنونها مشان شو اسمه كورونا ما كورونا هاي ما الدفاع لها سنتين ثلاث شو بتعني بتعرف شو بتعني وقف العمل بكل القوانون والتشريعات سؤالي الأخير الأسرة الأردنية مستهدفة اقتصاديا تم التغول على مائدتها على تعليم أبنائها الآن تشتت في داخل الأسرة لا يوجد ترابط في نزوح عن القيم وهذا خطر أليس هذا خطر أمني وكبير هذا مش قاعدة عامة هذا استثناء بس بالمجمل الأسرة الأردنية الحمد لله بشكل عام محافظة على إطارها وعاداتها وتقاليدها ومبادئها وثوابتها ارتباطها بقادئة أما إذا كان هناك أمور اللي انت تفضلت فيها فهي على سبيل الاستثناء ولا الحسر وأن هناك جهات كما قلت لك تمويل الأجنبي يسعى إلى تدمير الأسرة وأن لا يكون أسرة ومع أن ندرس الأسرة أساس مجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن هذا نصر السوري لو الحكومة تبنت هذه المبادئ الأسرة أساس مجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن لا كان اللي انت تفضلت عنه لما الباقية له وجود لكن هناك من يسعى إلى تدمير الأسرة وهدم الأسرة وأن لا يكون هناك ترابط بين الإبن والأب ولذلك شوف الجرائم ترتكب بين الأصول والفروع واحد بكتع راس أمه ولا بطخ أبوه ولا بخت الأخته كل هذه جرائم غريبة عن مجتمعنا ولذلك نسعى أن يكون مجتمعنا مصان ومحصن إن شاء الله من هذه الجوانب شوف التمسك بالقيم والدين والشريعة هو المنجه إذا لم نتمسك بديننا وشريعتنا ونجعل من الإسلام شريعة وعقيدة والنظام الحياة لن تقوم قائمة الاقتصاد العالمي فشل ولم يخسر في الثمانينات ولم يكسب إلا الاقتصاد الإسلامي لأنه قائم على محاربة الفوائد ومحاربة كذا وبالتالي عودة لدينا وتمسكنا بقيمنا وعاداتنا وأخلاقنا سنستطيع أن نسيطر وما تفضلت فيه وسألتني عن الربيع العربي هو الأردن ثبت بدون الربيع عربي الحمد لله بقوة ثابتة وأنا بقول بإذن الله لو التقت العالم علينا ويقوله توطين وتهجير ووطن بديل وما فيش أردن كله كذب بكذب مجرد شعارات تطلق هنا وهناك لكن ما دام فيه إرادة وما دام فيه قوة وما دام جيشنا العربي اللي انهزلنا بال67 كل الدول العربية وبال68 استطاع جيشنا العربي بقيادة مشهور حديث الجازي بال68 معركة الكرامة أن ردد لنا اعتبارنا ولأول مرة يطلب العدو الصيني وقف لإطلاق النار واكتحلت عيون الأردني عندما شاهدنا الصهاينة الجنودة والدبابات محترقة في وسط البلد هذا مدام توفرت الإرادة لن يكون هناك إن شاء الله إلا الاستقلال الدائم والقوة إن شاء الله المستمدة وإحنا نموذج لكل الدول العربية صحيح فيه منقصات صحيح فيه اعتداء الحريات صحيح صحيح لكن الأصل أن أي نظام أنا بنصح أي نظام والتقيت مع معظم الزعماء العربية أكثر من سبع رؤساء الدول وحذرتهم بمقدار ما يتمسك النظام بقواعد الشعبية بعطيه قوة وإذا تخلى بضعف وذلك الأمريكا تأمرت على كثير من العالم بالشعوب العالم لكن صبرت وكانت قوعدها وعادتها وعادت شعوبها إلى مواقعها تساق النظام بقوة لا تعتمد أي أنظمة عربية وغير عربية إلى المخابرات الأمريكية ولا إلى المخابرات ولا إلى أمريكا هذه اليوم تكون معكم غدا ستكون ضدكم اتصاقكم بشعبكم هو البعضيكم القوة شافيز لما عملوا على انقلاب إذا بتذكر من أعادوا إلى الحكم شعبه رئيس أمريكا التركي لما عملوا على انقلاب الشعب التركي نزل تحت الدبابات وعادة هذا اتصاق الشعب بقوة يذهل القراءة الجهاز الأمني في العالم ولذلك تسقوا أنظمة بشعبكم خليكم كريبين منها لا تذلوها شبعوها طعموها وعطوها حريتها باشر فمن يعبر عن حريته تري قوة للدولة الأردنية وقوة لوجوده وهويته في نهاية حلقتنا لا يسعوني إلا أن أتقدم بالشكر لسعادة النائب الإنسان الأستاذ صالح العرموطي على صراحتك وسعة صدرك ومشاهدين الكرام انتظرونا في حلقة جديدة لبرنامج من عمّن ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة